مملكة البحرين لا يمكن لها أن تنسى أبداً أبنائها الذين دافعوا عنها في ساحات الشرف والعز مؤكداً سموه أن كل شهيد من أبناء البحرين يمثل ملحمة وطنية خالدة في ذاكرة الوطن وسيبقى قدوة ونبراس يضيء لنا دروب العزة والكرامة والتضحيات والدفاع عن الوطن في ساحات الشرف وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تعود الذكرى السنوية ليوم الشهيد البحريني لتحمل معها تفاصيل من الشجاعة وحكايات من التضحيات وقصص من العزة والكرامة والإباء سطرها أبناء البحرين في مختلف الساحات وسقوا أرض المملكة الطاهرة بدمائهم الزكية ليزرعوا الأمل والطمأنينة والأمنة والأمان وليسطروا تاريخاً مجيداً وصانوا إنجازات ومكتسبات الوطن عبر تضحياتهم العظيمة وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تعبر مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً عن تقديرها لعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفاءهم وحبهم للوطن والقيادة ولأبناء شعبهم فقد حملوا على عاتقهم رسالة الوطن وقيمه واستشهدوا لتبقى راية مملكة البحرين عالية خفاقة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لكافة الفعاليات الوطنية التي أحيت يوم الشهيد البحريني والتي جاءت لتؤكد احتزاز أبناء البحرين بشهدائها الأبرار الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون اشتركوا في القناة